السلام عليكم ورحمة الله ماذا تعرف أخي الحبيب عن ظاهرة انكسار القلب؟ هل هي ظاهرة حقيقية؟ ماذا يقول الطب الحديث؟ وماذا يقول القرآن الكريم؟ هذه الظاهرة انكسار القلب هو تعبير مجازي ولكن العلماء يؤكدون أنه حقيقي يحدث هذا الأمر بعد الدخول في علاقة عاطفية فاشلة دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة العلمية ونحن نتحدث هنا بلغة العلم أيها الأحبة وسوف نكتشف معا سر تعاليم الإسلام لماذا منعنا الله من بعض الأشياء ستتضح الحكمة الآن ليحفظك من الشر يحفظك من المرض يحفظك من الاكتئاب أو حتى الموت طبعا العلماء يؤكدون أن المشكلات العاطفية ليست أزمة خاصة بالمراهقين قد يعاني منها الإنسان في أي عمر كان الدراسة الحديثة أثبتت أن انكسار القلب هي عملية حقيقية تماما بكل معنى الكلمة حيث إن القلب هو أكثر الأعضاء حساسية وأكثر الأعضاء تأثرا بالعلاقة العاطفية الفاشلة الدراسة هذه أيها الأحبة قامت بها جامعة توبينجين الألمانية هذه الجامعة أثبتت أن المشكلات العاطفية لا تؤثر فقط على القلب بل على الجسم كله لدرجة أن بعض مناطق في الدماغ وبخاصة دماغ المرأة تتضرر بشدة بعد تجربة الانفصال أو بعد المرور بعلاقة عاطفية فاشلة أكثر المناطق تضررا هي تلك المسؤولة عن المشاعر والحماس والنوم والطعام طبعا لذلك نجد أن المرأة التي تعاني من مشكلة عاطفية فاشلة تصاب أحيانا بحالة من فقدان الشهية واضطرابات في النظام الغذائي أو في النوم تعاني من قلق طبعا مجلة فوكوس الألمانية التي نشرت هذه الدراسة تقول إن الأزمات العاطفية وهذا كلام علمي أيها الأحبة هم يستندون لمعطيات علمية الآن سأخذكم بعد أن نقرأ الدراسة العلمية سأخذكم لكلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام يقولون الأزمات العاطفية مشكلة قد يعاني منها كل شخص في أي عمر وفي أي مجال من مجالات الأعمال يعني حتى عمر سبعين سنة مثلا يمكن أن يعاني من هذه المشكلة وبالتالي فإن الدراسة تقول الرجل والمرأة كلاهما يتأثر يعني ليس فقط الذي أخذ قرار الانفصال يتأثر أو يتأثر الطرف الثاني لا كلاهما يتأثر لأن هذه القلوب ارتبطت ببعضها وأصبح هناك نوع من التفكير المشترك والأحلام المشتركة وأصبح ما يسمى بهوى النفس أو نوع من أنواع العشق أصبح تفكيرك كله تفكيرك كله تابعاً للمحبوب أصبح تفكيرك كله تابعاً لهذا الحبيب لذلك كلا الطرفان يعانياني من مشكلة انكسار القلب قد تؤدي إلى أمراض القلب ومشاكل أخرى كثيرة فالقلب لماذا هو الذي يعاني أكثر شيء لأنه جهاز حتى الآن جهاز معقد ليس هو مجرد مضخة للدم أيها الأحبة القلب مسؤول عن المشاعر مسؤول عن التفكير يوجه الدماغ في عمله طبعاً ليس كل العلماء يعتقدون ذلك ولكن هناك دراسات بدأت تظهر حديثاً تؤكد الدور الكبير للقلب في عملية التفكير وعملية الاعتقاد والإيمان وعملية الحب والكرة وبالتالي القلب ليس مجرد مضخة فالقلب يعاني بشدة أثناء العلاقة العاطفية الفاشلة إذن وصلنا الآن لحقيقة علمية حسب جامعة توبنجل ألمانيا تؤكد خطورة مثل خوض مثل هذه العلاقات نأتي الآن لحبيبكم عليه الصلاة والسلام كيف عالج هذه الظاهرة قطعها من جذورها ما هي أي علاقة كيف تبدأ تبدأ بنظرة بابتسامة بكلمة بلقاء بموعد هكذا تبدأ النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا الإمام علي كرم الله وجههم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة طبعا سيدنا علي حاشاه أن ينظر بشهوة ولكن النبي يريد أن يعلمنا من خلال هذا الصحابي خلال هذا الإمام الكريم سيدنا علي يريد أن يعلمنا درسا أن لا نطيل النظر وأن لا ننظر إلى ما حرم الله بالمقابل القرآن الكريم عبر عن هذا الأمر بطريقة أخرى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبر بما يصنعون فالقرآن هنا أخي الحبيب قطع المشكلة من جذورها لكي لا تدخل في أي علاقة فاشلة وتعاني وتدخل في نفق مظلم من المشاكل والمرض والمعاناة إلى آخره لذلك هنا أيها الأحبة دائما القرآن يعطيك حل المشكلة قبل أن تقع بينما العلماء والأطباء ينتظرون حتى يقع المرض فيحاولون العلاج هنا يتفوق القرآن على للم الحديث يعني لا تنتظر حتى تخوض علاقة فاشلة ثم تقول والله أنا سأبحث عن علاج فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيمة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أعطاك أمل أنك أيها الإنسان مؤمن إذا أردت أن تعيش حياة مطمئنة حياة فيها السعادة فيها الإطمئنان خالية من المشاكل والأمراض ابتعد عن هوى النفس وبالتالي ستكون الجنة هي المأوى بالنسبة لك يوم القيامة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لذلك هنا أيها الأحبة خلاصة هذا اللقاء نصيحة لكل شاب لكل فتاة لكل إنسان ابتعد عن النظر إلى ما حرم الله اقطع هذه المشاكل لأن الزنا أخي الحبيب حتى القرآن عندما تناول قضية الزنا لم يقل ولا تزنوا قال ولا تقرب الزنا يعني إياك أن تقترب من الأسباب التي قد تؤدي إلى الزنا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا السبيل هو الطريق يعني ساء سبيلا يعني أسوأ الطريق يمكن أن تمشي به هو طريق الزنا والفاحشة ولا ياذب الله لذلك هنا العلاج الجذري أن تغضى البصر عن ما حرم الله وأن تغضى سمعك عن أن تستمع لما حرم الله وأن تشغل نفسك بشيء مفيد اشغل نفسك بالقرآن الكريم القرآن الكريم أخي الحبيب موسوعة علمية كبيرة جدا والله لو جلست الآن إلى يوم القيامة وأنت تتدبر القرآن لا تنتهي ولا تنقضي عجائبه لذلك نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق